قافلة منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية تحط رحالها في عامرية الفلوجة وتحديدا في مخيمات بزيبز جنوبي المدينة هدف المنظمة هذه المرة هو مساعدة نازح قضاء جرف الصخر في بابل الذين هجروا من مناطقهم إلى محافظة الأنبار المنظمة الإغاثية لم تأل جهدا في توزيع السلات الغذائية على العائلات النازحة حيث شملت المساعدات التي قدمتها منظمة أم القرى أكثر من 570 عائلة منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية اليوم في مخيمات عامرية الفلوجة منطقة بزيبز وتوزع ما يزيد على 570 سلة غذائية على العائلات الموجودة التي أعظمها من منطقة جرف الصخر هذه العائلات تسكن في هذه القطاعات الأربعة في منطقة بزيبز وهم بحاجة ماسة جدا إلى هذه المساعدات حسب ما استمعنا إلى شهادة الأهالي في هذه المنطقة وفي الوقت الذي شكر فيه السكان النازحون منظمة أم القرى على جهودها في دعمهم وتقديم المساعدة لهم عبروا عن استيائهم من تجاهل الحكومة مناشداتهم بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم التي هجروا منها قسرا ومن دون مبررات نشكر هذه المنظمة منظمة أم القرى التي جاءت عينها بهذه الظروف التي نحن حاليا في الترابة وفي هذه الصحراء وما جاءت تجينا منظمة التي تساعدنا خاصة نحن القطاعات قطاع الأول والثاني والثالث والرابع لحد يجينا لا بأي شيء ولا بأي شيء ونازحين صار لنا هذه خمس سنين خمس سنين جاعدين في الترابة وما حد يقول خلنا نرجع جماعة جرفة الصغر ليش ما يرجعوننا ما هي الأسباب نشكر منظمة أم القرى على مساعداتها في مخيمات بزيبز نحن نازحين صار لنا خمس سنين تعبانين الماء جاء يصل لو ما يصل لو ما يصل لكو عالم ما جاء تجي المبردات صار لهم سنتين ما حد وزعونا يجيبوناها صوب وصوب ويجيبوناها نمكسرات طالها المساعدات تجينا من منظمة أم القرى تساعدنا نسولة لا مبردات لا بنكات لا رجوع كتن الحر الدرجة فوق الخمسين تقريبا يطونها بالتليزان الحال يتجوب فوق الخمسين درجة أول ما نشكر بنظمة أم القرى جابت لنا مساعدات الكافة الخيم الموجودة منطقة العامرية ومشكورة يذكر أن هذه الأسر أجبرت على النزوح من مناطقها في جرفة الصخر بسبب العمليات العسكرية الحكومية قبل أن تسلب منازلها على أيدي الميليشيات ترجمة نانسي قنقر